الرئيس السيسي يؤكد ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا الولايات المتحدة تقليم وظفيها من شرق أوكرينيا وتحذر من غزو روسي وشيك والأمن العرقية يعلن القبض على ثمانية إرهابيين في أربع محافظات الثانية عشر ظهران العشرة بتوقيت جريناتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة مرحبا بكم وبدأت هذه النشرة ستكون مع زميلتي سمار الزهيري لك سمار شكرا لك يا دعاء وأهلا بسادة المشاهدين ومن العنوين إلى التفاصيل حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تولي أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا وصرح المتحدة الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي لوزيرة خارجية ألمانيا أناليا بيربوك وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تعتبر علاقات الشراكة مع ألمانيا بمثابة محور أساسي للعلاقات مع أوروبا من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن مصر محور الاستقرار والاتزان بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية تجمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى السفير فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشار الألماني أولف شولتس مؤكدا سيادته ما تليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات حيث تعتبر مصر علاقات الشراكة مع ألمانيا بمثابة محور أساسي للعلاقات المصرية مع أوروبا بالنظر لمكانة ألمانيا واثقة لها كدولة أوروبية كبرى وهو ما ظهر في الانخراط الألماني القوي وغير المسبوق من خلال شراكتها الكبرى في خطط التنمية الطموحة التي نفذتها مصر في السنوات الماضية ومعربا سيادته عن التطلع لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة وذلك ارتكازا على مكانة كل من مصر وألمانيا وثقلهم الكبير ودورهم المحوري كل في دائرته الإقليمية وعلى الساحة الدولية وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة خارجية ألمانيا نقلت إلى السيد الرئيس تحية المستشار الألماني مؤكدة اعتزاز بلادها بالعلاقات الوطيضة والمتميزة التي تربطها بمصر باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف فضلا عن جهودها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والقيام بدور أخلاقي وإنساني مقدر من خلال استضافة مصر لملايين اللاجئين وإدماجهم في المجتمع وتوفير كافة الحقوق الأساسية لهم بالإضافة إلى النجاح الكبير لمصر تحت قيادة السيد الرئيس في ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسمح الديني وقبول الآخر مما جعلها مثلا أعلى ونموذجا يحتذى إقليميا ودوليا ومشيرة إلى حرص الحكومة الجديدة في ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصهد وكذا التنصيق بشأن كافة الموضوعات والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعسكرية حيث رحب السيد الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بدخل استثماراتها في مصر معربا سيادته عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة في مصر بينما أشرت الوزيرة الألمانية إلى متابعة بلادها للحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصا وعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية في مصر خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة والمتجددة والكهرباء والتعليم وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذا الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق في هذا الخصوص بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيا لتنفيذ المقررات الصادرة عن مصار برلين بهلف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية بما يسهم في القبائع على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد كما تم التطرق أيضا إلى استعدادة مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري بمدينة شرمشيخ حيث أشهدت وزيرة الخارجية الألمانية بالدور المهم الذي تطلع به مصر في إطار الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ معاربة عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال بينما أكد السيد الرئيس أن مصر حريصة على خروج قمة شرمشيخ على الوجه الأمثل وحضور أكبر عدد ممكن من المشاركين بما في ذلك ممثل المنظمات المدنية الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة ومنحهم الحرية للتعبير عن آرائهم كما ستسعى مصر كذلك إلى البناء على الزخم الدولي المتولد عن مؤتمر جلاسكو الأخير والخروج بنتائج مبادرات طموحة تساهم في تعزيز عمل المناخ الدولي على كافة المستويات خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وبناء قدرة الدول النامية على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز قدرتها على النفاذ لتمويل المناخ وفق مجلس الشيخ في جلسة العمل يوم برئاسة المستشار بهائدين أبو شقة وفق على الباب الخاص بتفتيش العمل والضبطية القضائية في مشروع قانون العمل كان المجلس قد انتهى من الموافقة على مائتين وخمس واربعين مادة من مواد مشروع القانون ومن المتوقع أن ينتهي اليوم من باقي المواد يتوجه وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري إلى مدينة بون الألمانيا وقال المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد حافظ أنه من المقرر أن يتفقد شكري مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية فضلا عن عقد لقاءات مع مسؤوليها وذلك في إطار التحضير الجاري لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أكد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه ما زال هناك فرصة للدفع مجدداً بمصاري تنفيذ أجندة التنمية المستدامة عشرين ثلاثين على الرغم من الظهوف والعقبات بسبب جئاحة كورونا وفي كلماته بافتتاح عمل النسخ الرابع للأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس السيسي أعرب أبو الغيط عن أمله في أن تخرج هذه الفعالية بتوصيات تخدم الجهود العربية لاستئناف مسيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في المنطقة والتمكن من تحقيق الهداف في الآجال المحددة أتمنى أن تخرج هذه الفعالية بتوصيات قوية تخدم الجهود العربية للاستئناف مسيرة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في المنطقة حتى تتمكن من تحقيق أهدافنا في الآجال المحددة كما أتمنى أن نستغل فرصة إنعقاد هذا الأسبوع العربي للتنمية المستدامة سنوياً لإطلاق مشاريع عربية والترويج لها مع التأكيد على تقديم تقارير دورية حول تنفيذها وخلال كلمته بأعمال النسخة الرابعة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة أشار الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط إلى أن المنطقة العربية ستحتضن قمتي المناخ لعامي 2022 و2023 في كل من مصر والإمارات وسيتم خلالهما مناقشة الملفات المتعلقة بتقييم الخسائر الناجمة عن التغير المناخي والتعويض عنها وتوطين التكنولوجيا وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع التكيف المناخي أود الإشارة إلى أن المنطقة العربية ستحتضن قمتي المناخ لعام 2022 و2023 في كل من مصر والإمارات وسيتم خلالهما مناقشة مسائل في غاية الأهمية والإلحاح بالنسبة للدول العربية وأعني هنا الملفات المتعلقة بتقييم الخسائر الناجمة عن التغير المناخي والتعويض عنها وتوطين التكنولوجيا وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع التكيف المناخي وأتمنى أن نستغل هذه الفرصة المهمة للدفاع عن المصالح العربية باعتبار المنطقة من أكثر المناطق تضروراً بتغيرات المناخ وفي ضوء أن أبنائها يدفعون ثمناً غالياً جراء هذه الظاهرة الخطيرة سواء فيما يتعلق بالأمن الغزائي أو الشح المائي أو غير ذلك من القضايا التي تؤثر على استقرار المجتمعات واستدامة التنمية أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هلا السعيد أكدت أن الدولة المصرية عندما جاءت أزمة كوفيد-19 ومتبعها من تدعية اقتصادية واكتماعية كانت قد قطعت بالفعل شوط كبير من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ سبعة عوام وذلك باد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفي كلمتها خلال افتتاح الأسبوع العربي الرابع للتنمية المستدامة معا لتعافي مستدام بمقر الجماعة العربية تحت رعاية الرئيس السيسي أوضحت وزيرة التخطيط أن إطلاق رؤية مصر 2030 تمثل النسخة الوطنية من الاهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة ومشيرة إلى أن الدولة حراسات على ضخي استثمارات ضخمة وغير مسبوقة لتحريك الاقتصاد مخطة متسارعة ولدفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كل القطاعات الاقتصادية فضلا عن التركيز على تهيئة البنية التحتية ونموض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية وذلك باد في تحسين جودة حياة المواطنين وإلى الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أفدت وكلت رويترز للأنباء بأن الموظفين الأمريكيين في بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بدأوا مغادرة شرق أوكرانيا كانت تقارير أمريكية قد أفدت بأن الولايات المتحدة تخطط لصحب مراقبها المحايدين من البعثة مع تدهور الحالة الأمنية فيما أمرت وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها غير ضروريين بمغادرة السفارة في العاصمة الأوكرانية كييف ووقف الخدمات القنصلية هناك نفت روسيا إجلاء جميع موظفيها الدبلوماسيين من أوكرينيا فيما توصل سفارتها في كييف أداء الوظائف الأساسية قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخرافا إن الوزارة اتخذت قرارا بشأن قدر من الاستغلال الأمثل لموظفي البعثات الروسية في أوكرينيا بسبب مخاوب بشأن استفزازات محتملة من جانب أوكرانيين أو دول ثالثة شددت زخرافا لأن التقارير الكذبة تستخدم كذريعة للدول الغربية لسحب موظفيها الدبلوماسيين من أوكرينيا اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخرافا أن هدف استريا الغرب بالشأن غزو روسيا المزعوم لأوكرانيا هو استفزاز وقالت زخرافا إن هذا الاستفزاز لم يظهر منذ شهرين فقط لكنه وقع على أرض خزبة تم تحضيرها على مدار سنوات طويلة للنزاع الأوكراني الداخلي الذي تديره الولايات المتحدة بنشاط توصل قوات من روسيا وبلاروسيا منورتها العسكرية المشتركة والتي تحمل الاسم الرمزي قراروا للتحاد عشرين اتنين وعشرين في مناطق تدريب الأسلحة المشتركة في بلاروسيا أشارت وزارة الدفاع روسية إلى أن تدريبات التي تستغرق عشرة أيام تهدف إلى مكافحة الإرهاب وحماية مصالح للتحاد كما ستتدرب القوات على قمع وصد العدوان الخارجية وتستمر التدريبات حتى العشرين من فبراير وستجرى التدريبات في خمسة ملاعب تدريب ومناطق تدريب أخرى في بلاروسيا أفدى موقع strana.ua عن مصادره أنه اعتبارا من غد الاثنين سيكون المجال الجوي الأوكراني مغلقا عمليا أمام حركة التيران بمبادرة من شركات التأمين الغربية وأضف أن أكبر شركات التأمين البريطانية التي تقوم بإعادة تأمين الشركات الدولية الأخرى بعثت برسالة رسمية إلى جميع الشركات المالكة للطائرات في العالم نوهت فيها بأن التغطية التأمينية في أوكرانيا لأي طائرة ستتوقف عن العمل في غضون 48 ساعة لذلك يجب على هذه الطائرات مغادرة أوكرانيا خلال هذه الفترة أكد وزير الخرية الأمريكي أنتوني بلينك أن الطريقة الدبلوماسية مع روسيا ما زال مفتوحا وخلال محادثات موسع مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي حضر وزير الخرية الأمريكي من أن خطر الغزو الروسي لأوكرينيا مرتفع ووشيك ولفتا إلى أن هذا الأمر يكفي لتبرير مغادرة موظفية السفر الأمريكية غير الأساسين في كياب وفي بيان المشارك أعرب المزراء الثلاثة عن التزامهم بالعمل معا للردع المزيد من التصعيد الروسي على طول الحدود مع أوكرينيا تتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية وسط تحذيرات من أن موسكو باتت قريبة من بدء هجوم واسع على جارتها أوكرينيا تتواصل المحاولات الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية لعلها تنكح في نزع فتيل الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرينيا وفي ذروة التوتر مع تصاعد المخاوف من اجتياح الروسي لأوكرانيا حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي من أن الولايات المتحدة سترد بحزم وستفرد على روسيا دفع ثمن سريع وباهظ في حال غزت أوكرانيا وقال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي كان واضحا مع نظيره الروسي في أن واشنطن جاهزة للانخراط في الدبلوماسية وتستعد في الوقت نفسه لأي سيناريو آخر أما الكريملين فقد أعلن أن الرئيسين بوتين وبايدن اتفق على مواصلة الحوار بشأن الأزمة الأوكرانية الاتصال بين الرئيسين الأمريكي والروسي سبقه اتصالات على مستوى وزارتي الخارجية والدفاع بالبلدين انتهت بالتأكيد على أن المسار الدبلوماسي لا يزال مفتوحا والتحذير من مغبة إقدام روسيا على اكتياح أوكرانيا أيضا الأزمة الأوكرانية كانت محل اتصال آخر للرئيس الروسي مع نظيره الفرنسي إمانويل ماكرو حيث انتقد فيه الجانب الروسي غياب رد ملموس من طرف واشنطن وحلف النيتو على الضمانات الأمنية التي طالبت بها موسكو وفي مؤشر على خطر التصعيد دعت عدد من دول العالم رعاياها لمغادرات أوكرانيا نفت الولايات المتحدة تنفيذ أي عمليات عسكرية في المياه الإقليمية الروسية وذلك بعد أن قالت روسيا إن سفينة تبعت لقواتها البحرية طاردت غواصة أمريكية في المياه الروسية بالمحيط الهادئ قال المتحدث العسكري الأمريكي كايل بينز إنه لا صح على المزاعم الروسية بشأن عملياتهم في مياه روسيا الإقليمية مضيفا أنه لن يعلق على الموقع الدقيق للغواصة الأمريكية وأشار إلى أنهم يتحركون في الجو والبحر وينفذون عملياتهم بأمان في المياه الدولية اشتركوا في القناة 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 يأتي هذا في ظل تحذيرات من مسؤول الإدارة الأمريكية بأن الغزوة الروسية لأوكرانيا قد يكون وشيكا قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديماتري بيسكاوف أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يجب أن تصبح منظمة شاملة وليس أداء ووسيلة تنفيذ شدد بيسكاوف على ضرورة أن لا تصنف المنظمة أو أن لا تصنف المنظمة الدول إلى بلدها من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية وموضحا أن دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يجب أن يزداد أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده أعطت توجيهاتها لإجلاء جميع الموظف في سفارتها المتبقين في كييف وسط استمرار توطر الوضع حول أوكرانيا وأوضح موريسون أن الوضع يتضهر ويصل إلى مرحلة خاطرة جدا فيما دعا توزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين الاستراليين إلى مغادرة أوكرانيا ثورا محذرة من أن ظروف الأمنية قد تتغير في وقت قصير يأتي قرار الإجلاء هذا في أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا وإثر مساع دبلوماسية مكثفة فشلت في تخفيف التوتر الإقليمي أعلنت كندا عن إغلاق سفارتها مؤقتا في كييف ونقل أنشطته لمكتب في مدينة الفيف على خلفية تظاهر الأوضاع نتيجة لانتشار قوات روسية على الحدود الأوكرانية قالت وزيرة الخارجية الكندية أن بلادها ستستأنف أنشطتها بسفر في كييف بمجرد أن يسمح لهم الوضع الأمني في أوكرينيا بضمان خدمات مناسبة وتأمين ملائم من وظفيهم ومشددة على الكندين بضرورة تجنب السفر إلى أوكرينيا في محثات الموجودين حاليا بالأراضي الأوكرانية على المغادرة أكد الرئيس البرازلي جيراب بولسونارو على زيارته المقررة لروسيا رغم الضغوط التي تمارسها واشنطن عليه لتنيه عن هذه الزيارة ووصف بولسونارو زيارته لروسيا المقررة يوم الثلاثاء المقبل والتي ستستمر لثلاثة أيام بالهامة جدا بالنسبة لبلاده موضحا أن وفده سيدم فريقا من الوزراء لمناقشة القضايا التي تهم البلدين ومعالجة القضايا التنائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نشرتنا مستمرة بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهم تبقى مليونير في لحظة يا بطن حساب توفير البريد المصري أعلى عائد في مصر حساب توفير البريد المصري هو ده وقته أهلا بحضرتكم من جديد أصدر رئيس التونسي قيس سعيد مرسوما رئاسيا بإنشاء مجلس أعلى مؤقت للقضاء لحل محل المجلس السابق تضمنت مهام المجلس اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سيرة القضاء واحترام استقلاليته بجانب إبداء الرأي في تشعى تنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها أعلنت القوات المسلحة العراقية القبض على ثمانية إرهابيين في أربع محافظات في الوقت ذاتها أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية إحباط محاولة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المتنى وأشرت الخلية إلى أنه تم تفكيك إحدى العبوتين موقعيا فيما تم تفجير الأخرى تحت إشراف خابير المتفجرات تناقض اليوم الجمعية الاتحادية الألمانية لانتخاب رئيس للبلاد ومن المتوقع فوز الرئيس الحالي فرانك فالتر شتايم ماير بفترة ولاية ثانية حيث حصل على دعم الأحزاب ثلاثا مشاركة في الإثلاف الحاكم قبل أسابيع من الانتخابات وتبلغ مدة ولاية الرئيس الاتحادي خمس سنوات ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة فقط ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من برلين محمد خفاجي الكاتب الصحفي أستاذ محمد بعد التحية هل فوز شتايم ماير أصبح محسوما في الوقت الحالي طالما أنه حصل على دعم الأحزاب الثلاثة؟ نعم تحية لكم ولي جميع المشاهدين عفوا طبعا انتخاب الرئيس شتايم ماير بالتأكيد أصبح شبه محرز فوزه خصوصا وأن أيضا بعض أحزاب المعارضة كحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أيضا أعلن أنه سيؤيد إعادة انتخاب شتايم ماير وهناك أيضا الكثير من ممثلي الولايات الستة عشر الذين سيحضرون إلى الانتخابات أيضا هناك الكثير منهم من سيؤيد إعادة انتخاب شتايم ماير كما تعلمون أن الذين سيحضرون اليوم هم ما يقارب أكثر من 1470 شخص لانتخاب الرئيس فلذلك أكثر التوقعات ترجح فوزه أو تقريبا أصبحت المسألة شبه محسومة بعد حصوله على تأييد كبير في البرلمان الاتحادي حتى الحزب اليساري الذي لديه مرشحا تحدث اليوم رئيس الحزب وقال نحن نعلم أن رئيس شتايم ماير حضوره الأعلى في الفوز لكننا نريد أن نمارس حقنا في الديمقراطية ونرشح من نراه ممكن أن يكون بديلا للرئيس شتايم ماير فلذلك اليوم هالمسألة شبه محسومة نعم فكرة أن يجد في الأمور أمور هذا تقريبا بعيد جدا إذن نتحول إلى نقطة أخرى أبرز الأمور أو النقاط التي تم التوافق عليها فيما يتعلق بإعادة انتخاب شتايم ماير مرة أخرى من قبل الأحزاب نعم ربما كما تعلمون أن منصب رئيس الجمهورية في ألمانيا هو منصب فخري أكثر منه منصب تنفيذي فهو يمثل الدولة هو رمز الدولة هو من يوقع الاتفاقيات الخارجية هو من يستقبل السفراء الجدد لكنه لا يملك الكثير من الصلاحيات التنفيذية نعم هو رسميا ودستوريا يعتبر المقام الأول أو المنصب الأول في الدولة الألمانية إلا أنه الصلاحيات معظمها بيد المستشار أو رئيس الوزراء لكنه مع ذلك هو يعتبر منصب مهم جدا يعتبر له رمزية مهمة جدا بحضوره مع الشعب في مناسباته في جميع المناسبات المهمة مثلا حقيقة إحدى الأمور التي تجعل ربما انتخاب شاينماير مرغوم به من أغلب الأحزاب حتى المعارضة كونه كان له دور إيجابي جدا خلال فترة جائحة كورونا وكان لديه الكثير من الخطابات والتوجيهات والحديث مع الشعب في هذا المجال والتقى الكثير من الناس وكان يحضر الكثير من التجمعات ليشرح لهم حول خطورة هذا الوباء وكيف يتم التعاون معه ويدعم خطوات الدولة والحكومة في هذا المجال حقيقة دوره الفعال هذا هو ربما من رجح أعد انتخابي نعم من برلين محمد خفاجي الكاتب الصحفي جزيلا شكرا لحضرتك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا ومتحوراته ووفاة 59 حالة هذا وأشارت وزارة الصحة إلى خروج 1232 متعافيا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الصبية اللازمة وتمام شفائهم وهذا وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع بذلك إجمال المتعافين من الفيروس إلى 385390 حالة أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية جديدة ليرتفع إجمالي وعدد الإصابة المؤكدة في البلاد إلى أكثر من مليون و350 ألف إصابة هذا وقد أفادت أكالة مكافحة الأمراض بكوريا الجنوبية بتسجيل 36 حالة وفاء ناجمة عن الإصابة بالفيروس لتتجاوز حصيلة الوفيات أكثر من 7000 حالة وفاء أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفع إجمالية الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى أكثر من 410 ملايين حالة وأشرت الجامعة إلى أن إجمالية الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى أكثر من 5 ملايين حالة وفاء موضحة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالة الإصابة حول العالم في حين احتلت الهند البرتبة الثانية تليها البرازيل من حيث حالة الإصابة أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمال حصيلة الإصابات جراء فيروس كورونا بدول القرى الإفريقية قد ارتفع إلى أكثر من 11 مليون حالة إصابة أوضح المركز أن إجمال حالات الوفيات بفيروس كورونا بإفريقيا قد بلغت أكثر من 243 ألف حالة وفاء ووضحت المراكز في أحدث إحصائيات لها أن إجمال حالات التعافي من الفيروس بلغ أكثر من 10 ملايين حالة جدد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو دعوته لجميع المواطنين بالحفاظ على الهدوء والانضباط في تنفيذ البروتوكولات الصحية الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظ ويدودو المواطنين بتقليل أنشطتهم غير ضرورية في خضم النمو المتسارع لحالة متحور أوميكرونا فيما نصح غير الملقحين بضرورة التطعيم على الفور جاء هذا في الوقت الذي سجلت فيه السلطات الصحية الإندونيسية 55209 إصابات جديدة بفيروس كورونا نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول تسبب وصلاة الغاز الطبعي للسخنات في حالة اختناق للمواطنين قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتي أكدت على سلامة وغودة كاف التواصلات الغاز الطبعي بالمنازل وعلى مطابقتها لكافة معايير الأمان العالمية مشيرة إلى أن الغاز الطبعي غير سام وله رائحة مميزة تكتشف عند التسريب استطاعت قناة السويس تعزيز مكانتها باعتبارها الممر الملاحية الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية وذلك بفضل مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق المزيد بشأن أداء قناة السويس تستعرضه لنا الزميلة إيمان الحويزي أهلا بكم مكانة متميزة تحظى بها قناة السويس أهلتها لتكون الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية وحرصت الدولة على تدعيم تلك المكانة عبر استراتيجية تهدف لتطوير القناة ومجرها الملاحي وجميع مرافقها وتعديد قدراتها ورفع كفاءتها بما يتلاءم مع تطور حركة التجارة في العالم وبما يعظم مكانتها من معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي وأثمرت هذه الاستراتيجية عن حدوث طفرة في معدل إيرادات القناة وعدة السفن العابرة فيها فالقناة حققت خلال عام 2021 أعلى إيراد سنوي في تاريخها والذي بلغ 6 مليارات و300 مليون دولار كما شهدت القناة خلال العام نفسه مرور 20700 سفينة بحمول صافية تزن 1270 مليون طن وهي أعلى حمول صافية في تاريخ القناة أيضا كما حققت القناة أرقاما قياسية في 2021 حيث زاد حجم التجارة العالمية المرة عبر القناة بنسبة 8.5% كما سجلت حركة الملاحة بالقناة أعلى حمول شهرية في تاريخها بحجم 112 مليون طن فضلا عن تحقيق حركة الملاحة أعلى إيراد يومي منذ جائحة كورونا وقدره 30 مليون وأربعمائة ألف دولار سفينة الحويات العملاقة إبر إي سي إي التي تعد أكبر سفينة حويات في العالم كانت أبرز السفن العابرة للقناة خلال عام 2021 حيث عبرت خلال شهر أغسطس في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة كما شهدت القناة في الشهر ذاته عبور السفينة جلوبال مارسي والتي تعد أكبر وأحدث مستشفى ميداني عائم في العالم وبشأن جهود تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز اللوجستي وعالمي محوري في حركة التجارة العالمية فقد بلغ إجمالية تكلفات البنية التحتية والاستثمارية للمنطقة نحو 18 مليار دولار وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة كما تم إنشاء 250 منشآة صناعية وخدمية في مجالات مختلفة والصناعات حيوية مهمة وإقامة شركات مع 14 مطورا صناعيا داخل المنطقة وحضيت قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية بإشهادات عالمية حيث توقع صندوق النقد الدولي زيادة إيرادات القناة خلال السنوات المقبلة لتسجل 6.6 مليار دولار كما توقعت الإيكونوميست أن تستمر القناة في تحقيق فائد قوي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أما فيتش فتوقعت زيادة دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنقطة محورية لتنمية البنية التحتية لمصر نتيجة لانجذاب المستثمرين إلى المشروعات ذات الموقع الاستراتيجي المدعومة بالقدرات اللوجستية والتصديرية إذن كان هذا عرضا لأهم ما حققته قناة السويس خلال العام الماضي من معدلات قياسية على مستويات عدة شكرا جديلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء وإلى الأخبار الاقتصادية فقد رأس وزير الرأي محمد عبد العاطي الاجتماع الأول للجنة العلمية لأسبوع القهرة الخامس للمياء وذلك لمناقشة الترتبات الأزمة العقدي في شهر أكتوبر المقبل أشهر وزير الرأي إلى أنه ساتم عقد أسبوع القهرة الخامس للمياء تحت عنوان المياء في قلب العمل المناخية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك إمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياء في ملف تغير المناخ تواصل الدولة جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالعديد من المجالات ما أسهم في جعلها ضمن أفضل عشر وجهات استثمارية في القارة الإفريقية المزيد نتابعه في العرض التالي والزميل إيمان الحوزي أهلا بكم اتخذت الحكومة سياسات مرنة حكيمة حول تعديل تشرعات الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات هذه السياسات أسهمت في تضاعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر من 4 مليارات و600 مليون دولار في عام 2014 إلى نحو 9 مليارات دولار في 2019 وبفضل جهود الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال رشح الموقع الأمريكي بيزنس إنسايدر مصر ضمن قائمته لأفضل عشرة وجهات استثمارية في القارة الأفريقية ما يبرز مدى التطور الذي وصلته مسيرة التنمية في البلاد ومن مؤسسات دولية التسمبل المصدقية والشفافية وتعد مصر الآن واحدة من أغنى الدول الأفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي عن عام 2021 حيث تمتلك ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي في القارة بقيمة 394 مليار دولار وذلك رغم الأثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بفضل تمتع البلاد باقتصاد متنوع يعتمد على صدرات الوقود الأحفوري والأنشطة الزراعية والسياحية ووصف الموقع الأمريكي بيزنس إنسايدر لاقتصاد المصري بالمثالي للمستثمرين هذا ما وصف به بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم البلاد في مواجهة أثار جائحة كورونا حيث استطاعت أن تحتل المركز الثالث بين أكبر خمسة اقتصاديات عربية لعام 2021 كما أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المصري بنحو 32 مليار دولار خلال العام المالي الجاري وكان تقرير الاستثمار العالمي عن عام 2020 والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد قد أكد أن مصر حفظت على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد إذن كان هذا عرضا لأبرز جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ما أسهم في جعلها ضم أفضل عشرة وجهات استثمارية في القارة الأفريقية شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم مع استقرار العملات العربية استقر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بقيمة 15 جنيه و 64 قرش للشراء و 15 جنيه و 77 قرش للبيع كما استقر الجنيه أمام الريال السعودي بقيمة 4 جنيهات و 17 قرش للشراء و 4 جنيهات و 20 قرش للبيع تعود بعثة فريق الأهل إلى القاهرة ظهر اليوم بعد تتويج بالميداليا البرونزية لكأس العالم للأندية بالإمارات وكان الأهل قد فاز على الهلال السعودي بأربعة أهداف نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث ليحصد البرونزية الثالثة في تاريخه وكانت أعداد كبيرة من جماهير الأهل في الإمارات قد حرصوا على التواجد أمام فندق إقامة بعثة الفريق لتوجيه التحية والهتاف للجهاز الفنية واللعبين على الإنجاز الكبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حقق فريق تشيلسي الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية بعد الفوز على فالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف انتهى الوقت الأصير للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين نجح خلالهما النادي الإنجليزي في تحقيق الفوز وتعد هذه أول مرة يتوفيها تشيلسي بكأس العالم للأندية هذا وتعادل الزمالك مع ضيفه بيترو أتلاتيكو الأنجلي بهدفين لكل منهما ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دور أبطال إفريقيا تقدم بيترو أتلاتيكو في الدقيقة الثانية والعشرين ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين ثم قلص الزمالك النتيجة بهدف عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة السابعة والخمسين وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة أدرك الأبيض التعادل عن طريق محمود الوينش يحصد الفريقان النقطة الأولى لهما يحل النادي المصري الفورسعيدي اليوم الأحد ضيفا على القطن الكاميروني ضمن منفسة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية في نسختها التسعة عشر كانت بعثة الفريق الفورسعيدي قد غادرت القاهرة يوم الخميس الماضي لمدينة دوالة كاميرونية حيث قضت البعثة ليلة واحدة بأحد فنادقها خضع الفريق لتدريبات استشفائية وبعض التدريبات الخفيفة قبل التوجه إلى جاروة يواجه بيرامدز أهلي ترابلس اليوم الأحد باستاذ الدفاع الجوي في أولى جولات الدور المجموعات من كأس الكونفدرالية كان بيرامدز خضت جروبا ودية أمام أسترن كومباني وحقق الخوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد تقام اليوم مباراة اليوم الأخير من بطولة كأس العالم لأندية السلة والتي تصطديفها مصر وتقام على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر يواجه فريق أزاماريك بطل إفريقيا نظيره لكلون ماجيك الأمريكي في الخمسة مساء لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة بينما يواجه بارغوس الإسباني بطل أوروبا وحمل لقب كأس العالم للأندية نظيره فلمانجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية في المباراة النهائية والتي تقام في الثامنة مساء نال تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية إشادة جميع الفرق المشاركة منذ وصولهم لمطار القاهرة واستقبالهما المزيد في التقرير التالي إشادات واسعة نالتها مصر بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية والتي انطلقت بصالة حسن مصطفى وتستمر حتى الثالث عشر من فبراير الجاري مسؤول الفرق المشاركة أشاد بحسن الاستقبال والتنظيم مؤكدين قدرة مصر على تنظيم الأحداث الكبرى في مختلف الرياضات خاصة أنها لأول مرة تستضيف هذا الحدث الدولي الكبير كما نال استعداد مصر لتنظيم هذا الحدث الكبير اهتمام وإعجاب الكثير من المتابعين لكرة السلة حول العالم وعبرت الوفود المشاركة في البطولة عن سعادتها بالاستعداد الجيد من جانب مصر لهذا الحدث دعم القيادة السياسية الكامل والدائم للرياضة كان له عظيم الأثر في أن تصبح مصر قبلة الاتحادات الرياضية الدولية ومركزاً إقليمياً لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية حيث أثبتت نصر للعالم أنها تمتلك بنية تحتية رياضية بمواصفات عالمية وقدرات تنظيمية تقبل التحدي مونديال الأندية لكرة السلة خطف الأنظار من أحداث رياضية كثيرة على الساحة المحلية والعربية والعالمية حيث يشهد مشاركة ناد الزمالك لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة أفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية كما يشارك فريق بورغوس الأسباني ممثلاً لأوروبا وفلامينغو البرازيلي ممثلاً لأمريكا الجنوبية وليت لاند ماجيك الأمريكي ممثلاً للأن بي إي يحتفي العالم اليوم باليوم العالمي للإذاعة هو الذي يركز على إبراز دور الإذاعة في العالم وتحقيق أهدافها القائمة على إيصال صوت المجتمعات والشعوب كان البث الإذاعي في مصر قد انطلق في مايو عام 1934 بأربع محطات والمزيد في هذا العرض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلنا لختم النشو هذه تذكرة بأبرز العنوين الرئيس السيسي يؤكد ما تريه مصر من أهميار علاقتها الوثيقة مع المانيا الولايات المتحدة تبلي موظفيها من شرق أوكرانيا وتحذر من غزو روسي وشيك الأمن العراقي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر